على النقيض تماما مما يحدث في الساحات وبدلا من صيد عش الفساد تدخل المشاورات السياسية إلى عش الدبابير أو يدخلها الرئيس المكلف الجديد أكثر فأكثر قبيل الإعلان المنتظر لشخص كابنته الوزارية على النقيض من كل ما يحدث من تفاؤل في الوصول إلى هدوء في كرسي الثبات الحكومي بعد الوصول إلى تصريف يومي للأعمال تظهر مخاوف الاقتصاديين من تكرار تجربة عام 2014 بجعل العراق دون موازنة مالية نتيجة التوتر السياسي الخاصل والاحتجاجات المتواصلة الخوف المؤكد يكمن في أن حكومة تصريف الأعمال ليس من صلاحيتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان وإن فعلت حكومة علاوي بعد تشكيلها فالوقت وعقارب الساعات لا تصب في صالح الفريق الحكومي المقبل من إنجاز الموازنة التي تبلغ 162 تريليون دينار بعجز مالي يبلغ 48 تريليون دينار أي 40 مليار دولار أن يغرق العراق في العام الحالي دون موازنة هو ما يثير القلق نتيجة الكساد الحالي أيضا هذا التأخر سيقدم صفعة جديدة أمام مستقبل قريب وبعيد مما له من انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد إذن فالمنتظر أمام الرئيس المكلف الجديد قائمة تبدأ بمحاسبة قتلة المتظاهرين وهو ما دعت إليه بريطانيا مؤخرا بعد حادثة بنادق الصيد وتنتهي القائمة بمحاولة إنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية خطيرة في المقابل لا تكترث الكثير من الكتل السياسية إلى الأمر برمته بل إن العقل المدبر في صناعة التأزم ما زال يقدم ما لديه من كل ما يؤخر العراق على الصعود السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية